الخبر بتاع هايسم عشان ما يزعلش ويبقى ايوه هو ده هايسم البنك المركزي النهارده اعلن تراجع المعدل السنوي للتدخم العام ليسجل نحو 7.5% في نهاية اغسطس مقابل 8.7% في نهاية شهر يوليو 2019 بنسبة تراجع بلغت 1.2% اللي بيقرأ من حضراتكم الجرائد الاجنبية الاقتصادية بنشوف انه المؤشرات اللي بتتكلم عن الاقتصاد المصري فيما يتعلق بمعدل النمو وفي انخفاض نسب البطالة وفي انخفاض نسب التدخم مبشرة يعني بعض الجرائد الاجنبية بتعمل تقارير وبنشوف رسومات بيانية اول امبارح شفت عن روسيا اليوم مصر واحدة من عشر الدول المتوقع انها تبقى موجودة في العشر الاوائل في العالم من دلوقتي الحد عشرين تلاتين فيما تعلق بالنمو مش احنا اللي قلنا يعني مش الرسم البياني ده احنا اللي طلعته اللي طلعته وسائل اعلام اجنبية بتنقلها عن بعض بيوت الخبرة الاقتصادية البنك المركزي قال ان الرقم الموجود دلوقتي كان الموجود سبعة ونص في نهاية اغسطس مقابل تمانية وسبعة من عشرة في نهاية يوليو 2019 الحقيقة واحد واثنين من عشرة نسبة يمكن الوقوف امامها ويعني فيه سجل الرقم الكاسي الاسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلا سالبا بلغ بوينت اربعة في المية في نهاية اغسطس مقابل معدل موجب بلغ واحد في المية في نهاية يوليو 2019 وتقريبا كان بوينت ستة في المية في نفس الشهر من العام الماضي البنك المركزي قال كمان ان معدل السنوي للتدخم الاساسي انخفض الشهر ده سجل ربعة بوينت تسعة من عشرة في نهاية اغسطس مقابل خمسة وتسعة من عشرة في المية في نهاية يوليو 2019 خلونا نعرف اكتر معناش تليفون طيب فده الخبر اللي كان هيسم عايزه وهيسم عندك حق لانه خبر مهم انخفض اهم جدا والبنك المركزي او البنوك المركزية في كل الدول لما تتكلم يعني بتؤخذ هذه الاشارات يعني تعطي انطباع عن الاقتصاد في اي دولة من الدول لذلك التصريحات الحكومية تختلف عن كلام البنك المركزي في يعني الحكومة ممكن تقولك بنعمل سياسات البنك المركزي لازم يقولك انا كان عندي واحد بقى واحد واحد من عشر منفحش يقول انا كان عندي واحد بقى واحد واثنين من عشر لازم عنده مرجعية معينة لذلك بيانات التي تخرج عن البنك المركزي هي دقيقة جدا في كل ارقام اشتركوا في القناة